أسألك سؤال صريح شوية أكيد أكيد لو جالك نادي بكمية فلوس كبيرة جدا وجالك نادي جماهيري وتاريخ وممكن تصنع فيه المجد وممكن نادي اللي جالك بفلوس كبيرة جدا ممكن تروح منه على نادي أكبر تختار إيه عقليا قبل ما يكون قلبيا أنا اخترت النادي اللي فعلا عشان التاريخ النادي التراجي حطت الفلوس على الترابيزة لكن النادي اللي حطت التاريخ على الترابيزة فأنا اخترت التاريخ فأنا شايف مهم جدا بصراحة بصراحة فالتاريخ مهم جدا اللي عيبي يكون عارف فعلا التاريخ النادي اللي هيلعب فيه والتيشرت اللي هيلبسه أنا بحييت جدا بحييت جدا 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 يعني بصراحة إجابة أنا كنت متوقع تقول بس إنت جبت من الآخر خلص التاريخ دايما أقول لك كمان كومنت بناسبة الكلام اللي احنا منتكلم فيه ده رشاد الزابط بيقول لك نصيحة اشتري مصلحة النادي لإن إحنا كجمهور لا ننسى من يقف وراء النادي الأحلي وأنا أتمنى لك التوفيق شكرا جدا أنا جيت هنا عشان عامل تاريخ فعلا ما جيتش هنا وراء فلوس ولا حاجة آآ جيت هنا عشان عامل تاريخ فعلا وبمعرفتي بالنادي أعرف إن أهم حاجة آآ هي تاريخ النادي لإنه ممكن أروح في حتة كتير أكون محبوظ فيها وأعرف الناس فأنا بالنسبة لي أهم حاجة التاريخ أنا بالنسبة لي كالإنسان إن أهم حاجة بالنسبة لي نخرج بالتسامع على وش إن أنا سعر نسبة تاريخنا ولما تم استقبالي في أي وقت في الأحضان الناس هنا